اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هاي الفتاة الصغيرة هو المدرب واللي يحمل الحزام الاسود تخيلوا انه هو سكرتير النادي المسؤول عن لعبة الكراتي في بريطانيا العظمى رجل اكبر منها بعدة سنوات الا انه بيحاول يبدأ معها علاقة بالمناسبة هي ما بتكون تتدرب لوحدها في واحدة من صديقاتها واللي اسمها بولا ايضا بتشاركها التدريب في هاي اللعبة قاري في مرحلة من مراحل حياته كان يعمل في تجارة المجوهرات الا انه بيترك هالمجال بيلجأ لتدريب الكراتي لانه في البداية هي كانت عنده هواية هو منفصل عن زوجته بالفترة الحالية هو اكبر منها لشرم ب14 عام تقريبا تخيلوا انه في مرة من المرات بياخذها على كندا على اساس انه فيه زي بطولة لهاي الرياضة بعد فترة بيكتشف والدها انه هي راحت معه لوحدها ما كان فيه اي من الطلاب الاخرين الوالد في واحدة من المقابلات بيحكي انه هو ما حاول يتحداها يمنعها الصراحة ما بعرف اذا هو عارف انه هي الوحيدة في هاي الرحلة لانه ما بده يخسرها ابدا هي فتاة مراهقة يعني بدت مرحلة التمرد هو حاول يمشي معها حتى في النهاية ما تغادر منزل العائلة وما ترجع عليه ابدا هو بيحكي عبارة مؤلمة جدا واللي هي عفوا انه هو بلع لسانه صمت عن محاولات هالرجل لتقرب من بنته حتى في النهاية ما يخسرها للأبد هو بهذه الفترة يعتبر المثل الأعلى لها اللي هو المدرب بيساعدها في عدة أمور مثلا في عام 1989 هو ساعدها انه تاخذ المركز الثاني في واحدة من البطولات بالإضافة لذلك هو ساعدها في مجال استباحة في النهاية هي بتصير مدربة لاستباحة في نقطة أخرى مهمة هو كان يساعدها أكاديميا الرياضيات بالذات أخذت زي جائزة في واحدة من المسابقات بالإضافة لذلك الوالد بيحكي أنه هي في مرحلة عمرية صعب أنه هو ينتقدها يوجه لها أي ملاحظة وتستمر العلاقة وبنوصل للعام 1993 خلال هاي الفترة هي عمرها 22 عام التزوج منه لقاري بالرغم من أنه ما في حد من أفراد العائلة الأصدقاء يؤيدها الزواج كانت هيك أجواء غريبة لأنه هو أكبر منها بالعمر إلا أنه هي مصرة على إتمام مشروع الزواج في النهاية تستمر الحياة مع هالرجل اللي ما حتى قبله إلا هي لشارون في نهاية التسعينات بيكون عندهم اثنين من الأولاد بيبدوا يعيشوا في منزل مكون من ثلاث غرف نوم حياة جيدة مبدئيا هو بالمناسبة عنده ابن من زواجه السابق بعيش مع والده بيجي يزور والده من فترة لأخرى وبهاي الفترة هي بالمناسبة تعمل في مجال الأبحاث بتبدأ علاقتها مع زوجها في الانهيار تبدأ السعادة اللي هي عاشتها على مدى الفترة الماضية بالتلاشي بتبدأ تندبع شارون إنه هي الوحيدة اللي تعمل في هالمنزل إنه زوجها ما عنده عمل ومع ذلك هو دايما عنده مصادر مالية هلا هي ما عندها فكرة من وين هو بيجيب هالفلوس إلا إنه هالشيء يثير نوع من القلق بتبدأ عادل مشاكل بينها وبينه هو دايما يغير في بيته يشتري سيارات يعني بيعيش بمظهر الرجل الثري مع إنه هي ما شايفة ولا عارفة شو هو بيشتغل هي بتوصل لنتيجة إنه ممكن هو يعمل في النصب والاحتيال غاري دايما بيحاول يعطي انطباع بإنه هو رجل ثري يعمل بركة اسباحها ياخذ أولاده رحلات سفر وهالشيء طبعا بالنسبة لها لسيدة المفروض إنه هي عاقلة أكيد ممكن يكون مثير للشك الريب الخوف من المستقبل هو يدعي أمام زوجته أمام الجميع بإنه هو يعمل في التجارة التجارة اللي من خلال الإنترنت على أساس إنه هو بيشتري آلة الغيتار الجميلة ومش الآلات العادية الآلات اللي سعرها غالي جدا بتاجر فيها ببيع وهيك هاي هي مصدر أمواله تخيلوا إنه في مرة من المرات بيسافر على الولايات المتحدة الأمريكية وهو يحمل واحد من هاي الأجهزة اللي بيعملوا إنه بيحجز تذكرة خاصة من أجل هالغيتار هو بده يعطي إيحاء إنه هو يملك أشياء ثمينة إنه هو رجل ثري من ظاهر هو الرجل الثري لكن في الواقع هو عليه ديون بيعمل عمليات نصب واحتيال على التأمين بالذات في مرتين بيدعي إنه هاي الأجهزة الثمينة اللي هو مأمن عليها بمبالغ جيدة تم سرقتها بياخد ملايين الدولارات من شركة التأمين طبيعة حياته طريقة تفكيره في النهاية تخلق الكثير من المشاكل في الحياة الزوجية هي زي ما بيحكوا عارفة إنه في شي غلط لكن ما عارفة تحدد شو هو الخطأ بالذات بتبدأ المشاكل هو وياها دائما جدال خلاف على موضوع العمل هي تروح على شغلها ترجع هو في البيت مستريح على الكمبيوتر ولا كأنه عليه مسؤولية إنه هو يروح على العمل دائما يبدأ نقاشهم حول الموضوع ينتهي بطريقة سيئة للغاية هو بيحكي لها إنه ما عنده استعداد إنه يشتغل عند الأشخاص الآخرين هاي مبدأ في حياته في النهاية بتأخذ أولادها بترجع على منزل والدها والدتها ما تتخيلوا مدى سعادة الوالد الوالدة بعودة بنتهم معها أحفادهم هي بترجع على بيت والدها في عام 1999 الوالدة خلال هاي الفترة مريضة بالسرطان وجود شرم بجانبها غير في حياتهم أعطاهم نوع من الأمل من التغيير خصوصاً مع وجود الأحفاد شارون أيضاً بتكون سعيدة بهذه الفترة لأنه بتمضي وقت مع والدتها المريضة بتساعدها بتبدأ تخطط لحياتها بعيداً عنه لزوجها بتبدأ تتدرب تدرس حتى تكون معلمة خلال فترة دراستها بتحصل فرصة أنه تتدرب في مدرسة قريبة بتكون متفائلة أنه شهر سبتمبر رح يكون بداية جديدة لها لأولادها خلال فترة وجودها في منزل العائلة بتنهار صحة الوالدة الكانسر بيوصل لمنطقة الدماغ في النهاية في شهر أوغاست وللأسف الشديد بتتوفى الوالدة وتستمر الحياة بتكمل شارون تدريبها بتكمل دراستها من أجل أنه هي تكون معلمة يكون عندها قدرة أنه تستقل نهائياً عنه لزوجها تخيلوا أنه خلال هاي المرحلة اللي هي بتخطط فيها لحياة جديدة هو أيضاً بيبدأ حياة جديدة لكن مع مين يا ترى؟ مع صديقتها المفضلة صديقة الطفولة لعب الكراتي واللي هي أولا هو خايف إذا بدت الطالب زوجته بموضوع الطلاق أنه كثير من الأمور يتم فضحها من ضمن هاي الأمور أنه هو لا يعمل أنه ممكن يكون عليه ديون أنه مصادره المالية غير قانونية هم بهاي الفترة بعدهم ما بدوا في مشروع الطلاق هي بتبدأ تناقش معه في التسوية المالية وممكن تاخد هو غارق في ديونه ما عنده ولا أي شي يعطيها كاش الشيء الوحيد اللي عنده هي هاي الأجهزة البيتارز بالإضافة للمنزل يقال أنه عليه ديون لبطاقات الكريدت كاردز بمئات الألاف من الجنيهات يقال أنه واحدة فيهم فقط كانت عليها مئة ألف جنيه ديون هلا لما تبدأ تحكي معه في الأمور المالية بيحكي لها أنه هو رح يعطيها مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه لا بتول خمسة واربعين حبيتي خمسة واربعين ألف مقابل أنه هي تتنازل عن باقي الأمور إلا أنه شارون ترفض هاي التسوية لأنه هي بتحكي المنزل لوحده قيمته تقدر بأربعمائة ألف جنيه تقريبا وما ننسى طبعا أنه هو موهم الجميع أنه هو عنده هاي الآلات الثمينة الآلات الموسيقية اللي المفروض هي بمئات أو حتى ملايين الدولارات الآن هي لما تستشير أفراد العائلة الأصدقاء المحاميين بيحكوا لها أنه الطالب بمبلغ أكبر بتحاول أنه تفاوضه مرة أخرى بتطالبه بمبلغ مئة ألف جنيه بتحكي له أنه يبيع البيت يبيع هاي الأجهزة أو الآلات الموسيقية هو بيرفض تماما الآن بيبدأ عاد هو يجهز خطة حتى في النهاية لما يصير مشروع الطلاق هي ما تاخد منه ولا أي شيء اللي بيعمله الآن أنه هو بيعمل خطة ممنهجة من أجل أنه يشوه سمعة زوجته أول شيء بيستأجر حتى يأكد له أنه هاي السيدة إلها علاقات مع رجال آخرين أنه هي بتروع على النوادي هاي الأماكن تلتقط الرجال يبدو أنه في حالة أثبت أنه هي عندها خيانة زوجية الأمور تكون مختلفة شوفوا لحد وين بيوصل طبعا المحقق ما بيوصل لهاي النتيجة أبداً اللي بيعمله أنه بيستعين بصديقة عمرها واللي هي أولا بيحكي لها أنه تأخذ شرن على الأماكن النوادي اللي فيها الرجال حتى في النهاية هالمحقق يشوفها فعلاً مع الرجال وبتفشل جميع محاولاته في هالمجال في النهاية بيلجأ لطريقة أخرى واللي هي أنه يحاول يورطها في موضوع تعاطي بيع المواد الممنوعة أيضاً يجابه بالفشل بيبدأ عاد هو يخطط بطريقة مختلفة بيوصل لها بيقنعها أنه هي ترجع على منزل الزوجية بطريقة مفاجئة وغير متوقعة خلال وجود والدها خارج المنزل بتأخذ أولادها بترجع على البيت خلال محاولتهم أنه ينقلوا الأثاث الأسرة بالبات اللي هي للأولاد بتوقع أسفل الدرج يقال أنه هاي المحاولة الأولى لقاري بأنه ينفذ جريمة قتل هلا ليش هي رجعت المصادر بتحكي أنه يمكن هي حاولت أنه تعرف مصادره المالية شو ممكن تستفيد من موضوع الطلاق مصادر أخرى بتحكي أنه هي معلومات أو استشارة من المحامي أنه هي ترجع على بيتها الوضع بيكون أفضل المحامي بيحكي لها أنه تبدأ مشروع طلاق خلال وجودها في المنزل شيء جيد يمكن حتى يكون لها حصة فيها البيت على كل الأحوال هي متفائلة تجد فرصة تدريب أخرى في مكان قريب على منزل الزوجية من خلال تواصلها مع أفراد من خلال تواصلها مع أفراد العائلة الأصدقاء واضح أنه هي متفائلة أو تدعي التفائل لما تحكي مع السيدة الموجودة أمامنا واللي هي جنت عمتها أو خالتها واضح عليها التفائل إلا أنه لما تحكي مع بنتها لهاية السيدة واللي هي ساندرا بتبدأ تشتكي لها من أنه علاقتها سيئة جدا مع تياري هي بتخبر هاي الفتاة أنه خلاص راح تبدأ مشروع الطلاق في وقت قريب جدا الآن في صباح أحد الأيام هي مع أولادها مع زوجها بيروحوا على منزل الجيران حتى يتناولوا شاي الصباح وبتعرفوا شاي الصباح جدا مهم في بريطانيا زي قهوة الصباح في بلادنا الجيران بيحكوا أنه واضح في توتر في العلاقة بينها لشهرون بين زوجها الاثنين غير مرتاحين أبدا بتنهيها اليوم بأنه بتلعب مع أولادها بتغيروا طيارة هاي آخر مرة شهدت فيها شارون هي بتتواصل مع سيدة المفروض أنه تيجي تأتني في الأولاد خلال الفترة القادمة لأنه هي راح تبدأ التدريب بتحكي لها أنه راح أرجع أتواصل معك الرد بالأمور بشكل جيد إلا أنه هي ما بتتواصل معها أبدا المدرسة اللي المفروض هي تروح تتدرب فيها أيضا بيفتقدوا هاي السيدة ما بيجي على تدريب بيكونوا متفاجئين لأنه هي كانت متحمسة للغاية أفراد العائلة الوالد جانت بنتها بيحاولوا أنه يوصلوا إلها لشهرون ما في أي رد منها أبدا يعني كأنه هي اختفت عن وجه الأرض هي بتختفي خلال إجازة نهاية الأسبوع الآن واحدة من أقاربها بنتعمتها خالتها بتروح لعندها على البيت حتى تطمئن عليها بتطرق الباب ما في أي حد في الداخل هدوء في المكان بتبدأ تاخد جولة حوالين البيت تشوف من شباك ما في أي آثار لأي حد في الداخل الآن بتنتبه أنه قاري جاي ماسكتا إيدين الأولاد باتجاه المنزل بتسألوا عنها لشهرون بيحكي لها أنه هو ما بيعرف هي طلعت مشوار وما رجعت أبدا الوالد بيتوصل معه لقاري بيحكي له أنه هو ما بيعرف وين هي هي أخذت كتبها راحت على مجموعة من زملائها حدات التدرب وما رجعت على البيت وبعد يومين على اختفاءها أخيرا بيخبر أو بيقدم بلاغ باختفاء زوجته هلا بتذكروا البنت اللي إجت أول مرة تطمئن عليها بنت عمتها خالتها بترجع مرة أخرى على المنزل قاري موجود في المنزل مع الأولاد بيحكي لها أنه هي ما رجعت تصر عليها أنه تدخل على البيت تشوف تتأكد أنه هي غير موجودة وهون بتنتبه هاي البنت على شيء معين هي لما تدخل على غرفة النوم الرئيسية بتنتبه أنه ورق الجدران ممزق على طول بيخطر على بالها أنه في جريمة صايرة في البيت بتروح بتخبر والدتها بتخبر والد شارون الجميع بيكونوا متوقعين الأسوأ الوالد مباشرة بعد هالبيان بروح على مركز الشرطة بيخبر عن اختفاء بنته هم ما بياخدوا الموضوع بشكل جدي بيحكولوا أنه هي عمرها أكثر من 18 عام أنه يمكن هي مختفية برغبتها بإرادتها ما بياخدوا الموضوع بشكل جدي هم بيزوروا منزل قاري بيسألوا عن موضوع اختفاء زوجته بيحكي أنه يمكن هي غادرت مع أحد الرجال طبعا أفراد العائلة والدها عمتها ما بيكونوا مقتنعين أبدا لأنه معروف عنها لشارون أنه هي جدا بتحب أولادها لا يمكن تتركهم تغادر مع رجل قريب هو ببدأ يدعي أنه هي كان عندها خطة أنه تغير حياتها على بداية العام 2000 من ضمن هاي الخطة أنه يمكن تروح مع رجل آخر إلا أنه أفراد العائلة بيحكوا أنه فعلا الخطة موجودة لكن بشكل إيجابي هي بدها تكون معلمة محترمة تكون مع أولادها قاري مصر على أنه التغيير يشمل وجود رجل آخر في حياتها لدرجة أنه الوالد بيبدأ يفكر أنه فعلا يمكن بنته وسط مرحلة انهارت فيها وفاة والدتها أثرت عليها بشكل سلبي في النهاية غادرت مع هالرجل المزعوم ما تتخيلوا الحالة اللي بعيشها الوالد هو بلوم حاله بيفكر أنه يمكن خلال الفترة الماضية أنا أهملتها ما عرفت أتعامل معها مع مشاكلها بيحكي أنه أحياناً بيكون جالس بينظر للباب بيتوقع أنه هي ترجع تدخل عليه بيخطر على باله أنه يمشي في الشوارع يبحث عن بنته المختفية بمر شهر كامل بدون أي معلومات جديدة بعد شهر بيتم اكتشاف سيارتها موجودة في واحد من الأحياء الهادئة جداً السيارة موجودة في مكان لا يبعد أكثر من نص ميل عن مكان سكنها عن منزل زوجها الوالد بيشعر بالألم لما يكتشفوا هاي السيارة بيحكي هو الآن متأكد بأنه في شي صاير مع بنته أنه يمكن تم اختطافها ولا عنده أدنى شك بأنه زوجها مسؤول عن جريمة اختفاءها هو بيحكي أنه هو يتألم الآن أكثر لأنه الآن شارون ما عندها وسيلة اللي ترجع فيها على منزل العائلة واللي هي السيارة تخيلوا اللي بيعملوا رجال الشرطة أنه بيفتشوا السيارة سريعاً بيسلموها لزوج واللي هو جاري بعد فترة بيختاروا على بالهم أنه لازم فتشنا بشكل أكثر دقة بيرجعوا ياخذوا السيارة منه لجاري هو غاسلها منظفها في أشياء فيها متغيرة لما يفتحوا جيب السيارة هاي المرة بينتبهوا على أشياء ما كانت في المرة الماضية هاي الكأس الموجودة أمامنا اللي بيستخدموها الأطفال في عندي مادة كأنه هي باودر في عندي خارطة لجميع أنحاء بريطانيا بالإضافة لذلك بيتم العثور على عدد من الواقيات الذكرية المطريات الأشياء اللي بيستخدموها الرجال والسيدات في العلاقات الجنسية واضح أن الشخص اللي وضع هاي الأمور بيحاول يوصل فكرة أنه هي في النهاية مع أحد الرجال ويمكن أكثر من رجل تتجول في أنحاء بريطانيا وحتى هاي المادة واللي هي الباودر الموجودة على كأس الأطفال كأنه بده يوحي أنه هي تتعاطى الممنوعات فيه كمان بعض الأطعمة دليل على أنه هي بتخطط للسفر ولما يفتشوا السيارة المراهاي بيتم العثور على آثار دماء بيأخذوا مذكرة سريعا بيفتشوا منزل العائلة هناك في عندهم غرفة يبدو أنه بيستخدموها للتدريب بيتم العثور على آثار دماء موجودة في الغرفة لما يسألوا عن الدماء الموجودة في غرفة التدريب بيحكي أنه هم كانوا يمزحوا يلعبوا يضاربوا يتصارعوا أنه صار معها نزيف اللي موجود في السيارة هي حاولت أنه تاخد شيء من صندوق السيارة بيدرب رأسها بيبدأ عندها نزيف من منطقة الأنف خلال تفتيش المنزل بيتم العثور على عدد من آلات الجيتار واضح أنه هو بيحاول يخفيها أيضا في غرفة النوم الرئيسية واضح أنه في عملية تجديد تغيير لورق الجدران ولما يفتشوا غرفة اللي هي غرفة رياضة تدريب هنا بيتم العثور على مجموعة من الكتب المفروض أنه هي أخذتهم راحة تتدرب مع زميلاتها من أجل الاستعداد للدوام المدرسي دليل أنه الرجل يكتب رجال الشرطة ما زالوا لحد هاي اللحظة يبحثوا في الموضوع على أنه هي جريمة اختفاء أو قضية اختفاء بتعرفوا والدها زوجها بيظهروا على وسائل الإعلام بيوجهوا نداء لأي حد عنده معلومات ممكن تساعد في حل لغز اختفاء شارون اللي عمرها 29 عام وبعد فترة على اختفاءها بتيجي صديقتها واللي هي بولا على مركز الشرطة بتحكي لهم أنه قبل اختفاءها بفترة بسيطة هي إجاد أعطتها مغلف داخل هالمغلف في بعض المال جواز سفر بعض الأدوية والممنوعات في النهاية هي بدأت توصل فكرة أنه شارون كانت تتخطط للهروب بتكمل بولا أنه هم موعدهم كان في أحد الأماكن البعيدة المعزولة زي زقاق معتم أنه لما إجت شارون كان معها رجل في سيارتها نزلت من السيارة أعطتها المغلف قبلتها ودعتها غادرت المكان هاي الرواية قبل اختفاءها بيوم واحد وخلال هاي الفترة رجال الشرطة يبحثوا في رواية بولا يبحثوا فيها الرجل اللي هو قاري بتعرفوا بيسألوا أفراد العائلة الأصدقاء اللي بيعملوا عنه دراسة هو بيعرف أنه متابع من قبل رجال الشرطة اللي بيعملوا أنه في فان يخصه يضع كل شيء ثمين عنده الجيتارز أولاده بيغادر المملكة المتحدة وهو هيك ترك الحبيبة واللي هي بولا حتى ما تزعل منه بيبدأ يبعث لها رسائل ليحكي لها أنه هو كان مضطر أنه يغادر المملكة المتحدة لأنه زوجته شرون إلها علاقة بعصابات برجال سمعتهم سيئة أنه تركت عليها ديون كبيرة من تعاطيها للمواد الممنوعة أنه هو أولاده في خطر إذا كانوا في المملكة المتحدة السلطات في المملكة المتحدة بيعمموا على هالرجل واللي هو قاري أخيرا توصلهم معلومات بأنه هو أو سيارته موجودة في إسبانيا فرقة خاصة من المملكة المتحدة بيروحوا بياخدوا الفان وفي هذه المرحلة بالذات بيبدو يدرسوا القضية على أنها شبهة في جريمة قتل وما بيكون سهل عليهم أنهم ياخدوا لقاري من إسبانيا بتعرفوا هاي الأمور بدها إجراءات قانونية ما هي سهلة أبدا وفي هاي المرحلة في المملكة المتحدة أخيرا بيحولوا عملية البحث عن شخص مفقود إلى عملية بحث عن جثة بيبدو يبحثوا في الأماكن المحيطة اللي ممكن يتم إخفاء جثة فيها المسطحات المائية الأشجار الغابات ما بتكون عملية سهلة بالتأكيد وبنوصل لشهر مارت من العام 2000 أخيرا وللأسف الشديد بيتم العثور على بقايا واضح أنه هي بقايا بشرية بجانب واحد من القصور القديمة اللي بيعثر على الجثة هو أحد الأشخاص اللي بيهتموا بالصغور بطير بتعرفوا كيف هدول إلهم أجواءهم الجميلة والخاصة بينتبه على شيء غريب في النهاية بيوصل لنتيجة أنه هي بقايا بشرية بحولوها على الطب الشرعي وفعلا بتم تأكد أنه هي شرن كان لابد من التعرف عليها بالطرق العلمية لأن جثة بسبب الأحوال الجوية المدة الزمنية كانت في حالة أكثر من سيئة ما تتخيلوا ردة فعل الوالد اللي أخيرا بيقتنع أنه بنته توفت تخيلوا أنه بتم العثور على الجثة في مكان هم فتشوه سابقا إلا أنه هم ما انتبهوا انتبه هالرجل هاي الأماكن بالعادة ممكن تسحب الجثة لمجاري المياه الأوسع وخلاص لو أنه كانت في مكان غير اللي وجدت فيه كان ممكن تندثر وما حد يعرف وين هي نهائيا تقرير الطبيب الشرعي بيحكي أنه هي ضرب القاتلة كانت خلف أو في منطقة الرأس من الخلف إلا أنه هي تلقت عدد ضربات على وجهها على رأسها على منطقة الصدر ولأنه في عدد ضربات بيحكي الطبيب الشرعي أنه بالعادة بيكون مشاعر بيكون غضب بيكون نوع من الحقد بالتالي الشخص الجاني هو بيعرف الضحية ومن خلال سجلات الهاتف اللي تخصه لغيري بتم تأكد أنه هو كان موجود في المنطقة اللي تم العثور على الجثة فيها بحسب سجلات الهاتف فهو تواجد في هاي المنطقة لمدة ثلاث ساعات هو بيعمل عدة مكالمات خلال هاي الفترة مع صديقته بولا مع ابنه غيرث أيضا بيوصلوا لسجلات الهاتف اللي تخصها لبولا بيعرفوا أنه هي أيضا كانت موجودة في المكان اللي تم العثور على الجثة فيه لمدة عشرين دقيقة على طول الآن غيري موجود في إسبانيا صعب أنه يسألوه بيستدعو بولا ولما يسألوها ما تنكر أبدا أنه هي موجودة في المنطقة تخيلوا شو بتحكي أنه هو كان يعمل سايكلينغ في هالمكان يبدو أنه صار معه حادث معين ثقب إطار الدراجة اتصل عليها حتى تيجي تساعده في النهاية تجيب له العدة بالإضافة لضمضات حتى يعالد جروحه بيسألوها عن فكرة أنه في عدة مكالمات بينها وبينه خلال هاي الفترة بتحكي فعلا أنه كان في مكالمات هو كان بدو منها تاخد ابنه قارث توصله على مكان معين ما إلو علاقة بالتخلص من الجثة هلا السيناريو أمام رجال الشرطة كالتالي أنه في الليلة اللي صارت فيها الحادثة هم اختلفوا بسبب اطلاق المال موضوع آخر بيدخل بحالة من الغضب اللي بيعملوا أنه بيهاجمها لشارون بيضربها عدة ضربات بيقتلها بعد هيك بياخد الجثة بيحاول يتخلص منها في هالمكان الموجود أمامنا بيرجع على البيت بنظف المكان بيغير ورق الجدران أو بيشيل ورق الجدران بعد هيك بيرجع بيستبدله بورق آخر هو مبدئيا وضع الجثة في هاي الأماكن إلا أنه المياه في النهاية سحبتها إلى مكان آخر بيفترضوا أنه كولا كانت معه في عملية التخلص من الجثة أخيرا بيبدوا يفكروا أنه هم يوجهوا إلى تهمة بجريمة القتل بيبدوا يبحثوا عنه في إسبانيا بيعرفوا أنه هو بعيش مع واحدة من الصديقات اللي هي من أصول بريطانية بتعيش في إسبانيا بدأ يحكي لها أنه زوجته بتتعاطى أنه هو هرب من البلاد لأنه زوجته فيه رجال بتابعوها عصابات في النهاية بدوا يهددوا حياته حياة أولاده بعيش معها لفترة هالرجل مع هاي الصديقة بعد هيك بيأخذ شقة من فصله هو أولاده بيبعثهم على المدرسة بيبدأ يعيش حياته بشكل طبيعي للأسف الشديد لما يتم الكشف عن جثة ما بيرجع على المملكة المتحدة يحتر جنازتها يسمح لأولاده بحضور الجنازة يمكن من أغرب التفاصيل أنه الوالد ما كان مقتنع أبدا بأنه قاري له علاقة بالجريمة الوالد اسمه هاري بالمناسبة لأنه هو رجل هادي يتحدث بأسلوب جيد مع الجميع هاري بيحكي أنه خلال مرض زوجته هو دائما كان موجود للمساعدة واللي هو قاري الدليل على أنه هو ما كان مقتنع أبدا بأنه هو شخص مجرم أنه في فترة الكريسماس بيأخذ هدايا بيروح على إسبانيا حتى يزور الأولاد يزور قاري وبعد ما تنتهي هاي الزيارة في طريق العودة الوالد بيحكي أنه هو بدأ يفكر أنه ممكن يكون قاري له علاقة بالجريمة ممكن وكل هاي الأمور والتفاصيل مهمة لأنه تدل على أنه الشخص القاتل ممكن يكون رجل عادي رجل لطيف أو سيدة كذلك أنوي خلال وجوده في إسبانيا بمساعدة ابنه قاريث هو ببيع البيت الموجود في بريطانيا ببيع الڭيتارز اللي المفروض هي ثمينة جدا الآن هو مفلس تماما وبعد مفاوضات مع السلطات في إسبانيا أخيرا بيوصل لنتيجة أنه يتم تسديمه هلا خلال هاي الفترة هو متزوج من سيدة أخرى بريطانية تعيش في إسبانيا وبيرجع على المملكة المتحدة في العام 2004 اتدى محاكماته في قضية مقتل زوجته في قضايا أخرى رفعتها عليه شركات التأمين تتذكروا آلات الڭيتار اللي المفروض أنه هي ثمينة جدا تم سرقتها في النهاية بيوصلوا لنتيجة أنه هي عملية احتيال على التأمين بنوصل للمحاكمات الرسمية في العام 2005 في العام 2004 كانت جلسات استماع هو ما بقرب ذنبه أبدا أيضا بتم محاكمة ابنه قارث صديقته واللي هي بولا في ظهم تتعلق بإعاقة العدالة ولا أي واحد فيهم بقرب ذنبه هلا بولا بتحكي أو بتقرب ذنبها فيما يتعلق بموضوع الكذب في المغلف بأنه هاي القصة ما هي حقيقية أنه اللي طلب منها تخترع هاي القصة هو قاري المحاكمات ما بتكون سهلة اتعرفوا لأنه جميع الأدلة ضرفية ما في أي دليل ما دي بصمات إلا آخره هي مجرد أدلة ضرفية إلا أنه في النهاية هو وجود متنب بجريمة القتل يحكم عليه بالسجن مدى الحياة يمضي منهم مليموم 18 عام داخل السجن بالنسبة لابنه قارث يسقطوا عنه جميع التهم هلا بولا يحكم عليها بالسجن لمدة 8 شهور إلا أنه بتم تعليق الحكم بولا يحكم عليها أيضا بغرامة مالية بقيمة ألف جنيه هلا هو بيرجع بيستأنف الحكم مرة أخرى بخفضه المدى المينموم من 18 إلى 16 عام يمكن من أكثر الأشياء المؤلمة ما بحب أنساها أبدا أنه الوالد ما زال يحتفظ بمجموعة من أغراضها اللي كانت هي مجاهزاهم خلال فترة المرحلة الانتقالية بيحكي أنه هو كل يوم بيشوفهم لكن ما عنده القلب حتى يرمي هاي الأشياء أو يتبرع فيها وأكيد حابين تعرفوا شو صار مع أولادها روبرت وآدم هم لفترة بيضلوا في إسبانيا مع هاي المعلمة اللي كانت تعتني فيهم صديقة العائلة إلا أنه الحكومة بيرجعوا بيأخذوهم بيرجعوهم على المملكة المتحدة في رعاية الدولة إلى اللقاء في فيديو قادم